ما زال يقصاء الحلبوسي من برلمان بقرار مسيس لمحكمة الاتحادية له تأثير كبير على استحقاقات المكونة السنية مصادر سياسية ذكرت أن الحلبوسي كان يشكل خطرا على نفوذ الإطارة التنسيقية داخل البرلمان بسبب تعامله بذكاء مع المتغيرات السياسية الأمر الذي دفع مولو طهران إلى الزج باسم محمود مشهداني فور ابتعاد الحلبوسي عن البرلمان هذا واشرت إلى أن الأحزاب الإطارية ترى بالمشهداني شخصية مطيعة غير مثيرة للمشاكل على غرار ما كان عليها الحلبوسي الذي بدأ نفوذه يشكل قلقا متزيدا لها وضفتنا التنسيقية تفاجأ بنتائج حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي بانتخابات مجالس المحافظات الأمر الذي حوله إلى زعيم كتلة لها تأثير قوي على الواقع السياسي السنية